حركة الأرض دفسها حصلت أثناء الطفان أغلب الحركة حصلت بالتكتونيك بليتس دي اللي هي القشرة الأرضية وبينابيع الغمر العظيم زي كسرت يعني تكسرت لأنه كل الجيولوجيين بيؤمنوا أنه كانت القارات كلها موحدة في حاجة اسمها الكنجية وبعدين تقسمت هم بيقولوا أنها تقسمت على مدى طويل 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 ملايين السنين إحنا بنقول حدث الطفان بيورينا أن تفجيرات الأرض العميقة دي كسرت القشرة الأرضية وزعتها وكان فيه بريتجز بينهم نحن اليوم نشوف فيه قارات بالزبط كده فده كله كان متجمع في كتلة واحدة جدا وده اللي بنقراف تكوين واحد لما في اليوم الثالث الرب قال لتظهر اليابسة ومجتمع المياه دعاه بحارا والرب خلق في اليوم الثالث النباتات على هذه الأرض فتوزيعة التكوين الجيولوجي للأرض ممكن نفهمه جدا بمفهوم الطفان ومفهوم الكتاب المقدس لما تزحزحت الجزر في آسيا هو دليل أنه مش صعب أنه الكرة الأرضية القشرة تتكسر أو تتزحزح وفي زمن قليل ده اللي عز أقوله كمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر